اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة سواء كان هذا التنوين بالضم او الكسر او الفتح لا يهم المهم ان تكون الصفة المشبهة باسم الفاعل منونة فنعرب ما بعدها فاعلا مرفوعا مثال هذا الرجل بليغ قوله وذاك الرجل عذب حديثه نلاحظ ان الصفة المشبهة بليغ عذب صفات مشبهة منونة فالاسم الذي بعدها قوله حديثه ماذا نعربهما كما قلنا فاعل مرفوع وعلى مترفعه الضم الظاهر على آخره ونلاحظ ان الاسم الذي بعدهما قوله حديثه فيه ضمير يعود على الصفة المشبهة الحالة الثانية اذا كانت الصفة المشبهة باسم الفاعل معرفة بل والاسم الذي بعدها يحتوي على ضمير يعود على هذا الاسم المعرف بل يعود على الصفة المشبهة مثل الطاوس البديع شكله غالي الثمن شكله هنا أيضا نعربها فاعل مرفوع لماذا؟ لأن الصفة المشبهة البديع معرفة بل فالاسم الذي بعده الذي يحتوي على ضمير نعربه فاعلا مرفوعا مثال آخر أحب المعلمة السهل اختباره السهل صفة مشبهة معرفة بل والاسم الذي بعدها اختباره فيه ضمير يعود على هذه الصفة المشبهة اذا نعرب اختباره هنا فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهرة العرب الثاني للاسم الذي يلي الصفة المشبهة هو مضاف الي مجرور وايضا في حالتين الحالة الاولى اذا لم يكن منونا وغير معرفين بل فما بعده يعرب مضافا اليه مجرورة مثل البحر ازرق اللوني والجبل اسود الحجارة نلاحظ ان ازرق اسود هي صفات مشبهة غير منونة فالاسم الذي بعدها اللوني الحجارة ماذا نعربهما؟ مضاف الي مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره الحالة الثانية اذا كانت الصفة المشبهة معرفة بل ولكن الاسم الذي بعدها يخلو من الضمير الذي يعود على هذه الصفة المشبهة المعرفة وفي الغالب هذا الاسم الذي بعدها يكون ايضا معرفا بل مثل جعجبني الطائر الجميل الريشي الجميل معرف بل الريشي لا يحتوي على ضمير اذا نعربه ماذا؟ مضافا اليه مجرورا مثال ثاني لا اخفي اعجابي بالطالب اللذي قي الحديث اللذي قي صفة مشبهة معرفة بل الحديث لا يحتوي على ضمير يعود على الصفة المشبهة وهو معرف ايضا بل ماذا نعرب الحديث؟ نعرب الحديث هنا مضاف اليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره لنعرب ما بعد الصفة المشبهة في الامثلة الاتية المثال الاول لاعب السلة طويل القامة طويل القامة طويل صفة مشبهة باسم الفاعل غير منونة القامة اذا ماذا نعربها؟ مضاف اليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخر المثال الثاني صديقي صعب اقناعه اقناعه جاءت بعد هذه الصفة المشبهة المنونة اذا ماذا نعربها اقناعه؟ فاعل مرفوع نعم وعلامة رفعه الضم الظاهرة على آخره المثال الثالث لا أرتاح للصاحب القلقة نفسه القلقة معرف بأل لكن الاسم الذي بعدها فيه ضمير يعود على هذا الاسم المعرف بأل إذا ماذا نعرف نفسه نعم فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهر على آخره المثال الرابع والآخير السليم القلب محبوب عند الناس السليم صفة مشبهة باسم الفاعل معرفة بأل القلب لا تحتوي على ضمير يعود على الصفة المشبهة وإيضا معرفة بأل ماذا نعرف القلب نعم نعرفها مضافا إليه مجرورا وعلامة جرها الكسر الظاهر على آخره هذا هو الدرس باختصار بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته